خرجت من عيد ميلاد واحدة اتزقت عليها اتزقت راح اتعاملة نفسها ايوه مش عارف ايو راح اتقعدى خمس كاميرات لقيت فلاشات الدنيا كلها بتضرب فجأة ففهمت الفيلم معمول ازاي دي الفنانة منا فضالي ربنا يسمحها يا بتاع اعتزرت بما فيه الكفاية وانا همسمحها وما فيش مشاكلها ويا اختي فيش بيني وبينها اهيه سنتا كنت مبسوت وبتضحك في السور بسنت وانا لازم عايط انا عايط اتزقت عليك ازايك طب اتزقت عليها بما فضالي بتحديش طب اتزقت في السورة اتزقت في ثلاث سورة ركزي بس جبتوا لنفسك انا مركزها والله العظيم ثلاثة خمسمائة كاميرا والله عديم الخبرة والله خمسمائة كاميرا واقفة ففهمت الموضوع قلتلها على فكرة كده غلطة منها قالت لو والله ما عرفش جاوي جم من اين مش عارف ايه بتاع طلعت انا معايا شاب لسه بيمثل معايا في المسلسل طلع اخويا احمد عبدالعزيز المسلسل كان في رمضان متكسر الدنيا خد بالك من التاريخ بقى تمام؟ وكان بعد العيدة على طول الموضوع ده خلص عرض المسلسل مسلسل اعلى مشاهدة نمرى واحد اتنين تلال المهم من اهم الحاجات اللي في رمضان مفيش واحد كلف خاطره يكتب عليه كلمة عالمسلسل وليك هتلع علي انا فقير برضو كل مرة ده طبور ده طبور عاملين اللي انا كمان يعني عاملين اللي هيئة مختصة بمحمد فؤاد وانا اقول لهم موتوا بغزكوا موتوا بغزكوا موتوا بغزكوا موتوا بغزكوا لا 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 موتوا بغزكوا تفرسوا ايه اللي بلاش الجملة ما نخافش من حد تمام؟ اكتب ده في معاني كويسة ده ببي ربي اخواته عايزنا اطلع لك اعمل ايه يا وولتها في مؤتمر صعفي في اول يوم تصويره لتولهم بيقولي لي هتطلع فقير وتطلع مش اقول لتولهم يا جماعة البلد تلت اربعة فقرة طب عايزين اطلع ايه؟ رجل اعمال انا شكلي ده يطلع رجل اعمال؟ يعني عايزين محمد فؤاد ده يطلع رجل اعمال؟ ما اعتقدش ان الرجل اعمال محتاج محمد فؤاد يعمل عنه مسلسل اعمل انتو رجل اعمال ما عندكش اعمال خاصة؟ اعمال خاصة ايه يا مشاهل هل انا نكمل بس في الموالي اللي احنا بنتكلم فيه؟ طب اقول لي فخرجت للي كده اسمالية كده على المشي بقول لي احمد ضربة على المشي كده تحت الحزام بقول لي احمد بقول لي احمد افتكر احنا تصورنا كم صورة دلوقتي اربع صور حد كتب على المسلسل قال لي لا اولاد هيتجاني نعين نفسه حد ينزل عليه خبر قلت له تفرج على يحصل بكرة عشان تعرف ان فيه طبور قاعد لمحمد فؤاد قلت له اوريك انها هنا بقى ما تقول ليش اوعي تقولي عديم خبرة اوعي تقولي الكلمة دي علي يعني مش عايز اقول اللفظ طبعا عشان جمهوري مش متعود يسمعوا مني تشتمني؟ لا 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 حاجة علي انا لا بعد الشر لا انا قد مدق دا مش عايز اقولي اللفظ الحقيقي بتاعها مش هيها ان بلد ووريته ووريته لان انا بالنسبة له باعتبر اخ لي كبير في الشغل وفي الحياة فوريته ان انا بفعلا عارف شغل كويس وقاري كل واحد بيعمل ايه طب ايه قلت له مش هيكتبه على المسلسل بس انا وهريك هيكتبه على ايه انت لما قلت انها وحصل تانيوم لما قلت انها مسؤوقة عليك انت بتقصد دول هزار 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 عدي عدي خالص هزار يعني انا مش مش قاصد ان انا انا ما بحبش اقذي مشاعر حد هي اعتذرت بما في الكفاية وقالتلي محمد انا والله ما قاصدي قلت له انت على راسي من فوق وانت اخت عزيزة استبعتها من الفيلم الجديد فعلا بسبب السور طبعا لازم لازم استبعيدها من اي شغل ليه لازم بس ممكن اشتغل معاها تاني ليه؟ لا ممكن اشتغل معاها تاني من باب ان ليه تستبعيدها؟ انه ما فيش حاجة بيني وبينها عشان 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 ابقى كير ان انا اشتغل معاها لو فنانة كويسة اه بس انتوا هتشتغلوا الفيلم مع بعض مسلسل اغلى من حياتي سوري المسلسل بس لا مش مسلسل اغلى من حياتي فيلم كانت داخلها تيفا وتومة معاها كنتوا داخلين تشتغلوا مع بعض يس بعد قصة الصور استبعتها من الواحي ده كان اللي هو قبل ما مضيها الفيلم قبل ما مضيها الفيلم وزي قالت مانا اقولت له يعني كان هو التامن ان انا عشان تمضي الفيلم لازم اجيلك العيد ميلاد قلت له والله ما مقصودة والله وقعدت تعتذر ويها عارفة دي طالع معايا في فيلم من هو في ايه يمكن ولا كانت في رحلة حب حاجة كده وعارفة من وقت صغيرة